اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يولد قوة 246 حصان و353 نيوتر متر من عزم الدوران وتتسارع السيارة بهذا المحرك من الصفر الى 100 كم في الساعة في 6.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة اما الخيار الثاني فهو محرك ربعي لاستوانات ايضا وبصعة لترين مع تيربو ولكن بقوة اكبر تصير الى 271 حصان و378 نيوتر متر من عزم الدوران وبهذا المحرك الاقوى تتسارع السيارة من الصفر الى 100 كم في الساعة في 6.1 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة وما زال الصانع الكوري متحفظا على سعر هونداي اي 30 فاست باك ان 2019 حتى هذه اللحظة ولكن وحال ما تتوفر هذه المعلومة لفريقنا في عرب جي تي سنزودكم بها على الفور ان شاء الله لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة